بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداء تعالوا ندخل في محراب محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس لأن حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات وكمان التنور بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات فتعالوا نسلم على رسول الله ونقول السلام عليك يا رسول الله يا بي أنت أمي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تعالوا ندخل حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس من إيديه ونتلو جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نعيش في أنواره مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه أنواره لكي نقتبس ونلتمس منه صلى الله عليه وسلم النهاردة حديثنا هو حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرق هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة الطبراني وغيره وهو حديث حسن هذا الحديث في الحقيقة هو حديث مهم جدا 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 وأنا بعتبره حديث مركزي فيما يتعلق بعلاقات الناس ليه حديث مركزي فيما يتعلق بعلاقات الناس ليس للجانب المادي الموجود في الحديث كثير من الناس لما بيجي يقرأوا الحديث يقرأوا الحديث من المدخل المادي لا الحديث مهم جدا جدا فيما يتعلق بالعلاقات مهم جدا 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 فيما يتعلق بالتزان نفس الإنسان الحديث مهم جدا جدا فيما يتعلق بأن الإنسان إزاي يكون مقدر لاحتياجات الناس ومقدر حقوق الناس الحديث من أحاديث اللي بتمس قضية الإيمان مباشرة وليس كل ما نقول بتمس قضية الإيمان يبقى بتمس مسألة الإيمان والكفر لكن بتمس قضية الإيمان بمعنى أنه يبتمس تحقق الإيمان في حياتنا لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي الحديث النهاردة هو حديث عن إنصاف الناس من نفسك وأداء الحقوق ليهم أداء الحقوق لأصحابها ونقدر نسمي هذا الحديث كما أحب أن أسميه أنا أنه حديث الامتنان وأيضا يمكن أن نسميه حديث الابتزان لأن كل ما كان الإنسان قادر أنه يعطي الناس حقوقهم قبل أن يطلبوها وفي أوقاتها كل ما كان متزن وكل ما كان بيعطي الأموال لأصحابها أو بيعطي الحقوق لأصحابها وهو شايف إن ده واجب عليه ما عمتنان ليهم كل ما كان ده أكثر تمتين العقاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول الأجير هنا من قبيل التقليل من الناس حشاء صلى الله عليه وسلم ولا هو حضرة النبي أصد أنه يقول أعطي الأجيرة حقه لأنه محتاج فالقضية مش مسألة الاحتياج ولا مسألة إن ده راجل بيشتغل عشان المال وإن كان اللي اشتغل به عشان المال ده حاجة مهمة جدا 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 في حياتنا لكن حضرة النبي مش بيحصل الحديث في مسألة المال والزاكرة خارج كده عن لفظ شوف حضرة النبي خرج عن لفظ أعطي الأجيرة ماله فخرج عن ده ولأن اللي بيحصل عليه الأجير في عقد الإجارة ده مال لكن خرج عن لفظ المال وقال أعطي الأجيرة حقه وعشان كده عقد الإجارة زي ما احنا عارفين هو عقد لازم والوفاء به واجب بنص القرآن يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود يبقى إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق حق لمن عمل فبيعلمنا معنى مهمة صلى الله عليه وسلم أن الشخص اللي بيشتغل زي ما بينجز المطلوب منه اللي هو محل الإجارة اللي هو العمل أو المنفعة التي حصل الذي سيحصل المال عليها لأن احنا عندنا في حاجة يسمع محل الإجارة عندنا العقود بتنقسم إلى ثلاث أقسام إجمالا ستة تفصيلا اللي هو المتعقدين ومحل العقد وكذلك الصيغة فمحل العقد هنا في الإجارة هو المنفعة إن فيه أجير هيؤدي منفعة ويحصل على مال فمحل الإجارة بلغة الفقاء لازم ياخدوا فورا الأجرة اللي تم التعاقد عليها فهل جزاء والإحسان إيه اللي الإحسان؟ لأن فيه ناس عندها طبع صعب شوية أنا شخصيا ما بيحبوش إنه لما يكون ليه الحق عايز ياخده كامل وبسرعة وفي وقته ولما يكون لغيره الحق تلاقيه بيسوف ومش بيحرص على حق غيره زي ما كان حريص على حق نفسه وهنا بقى هو مربط الفرص هو ده اللي احنا جايبين للحديث علشان جايبين الحديث عشان نتعلم الاتزان ونقف قدام ظاهرة مهمة جدا جدا في حياتنا وهي ظاهرة التطفيف الحياتي اشتركوا في القناة